الاسوأ من آلة الحرب والمواجهة ومشاهد القتل والدمار هو سلاح الاسعار العالمية التي يحركها النفط فيهبط بها تارة ويصعد بها حد الجنون دول الشح النفطي هي الاكثر خوفا من تدعيات الارتفاع المخيف الذي يشهده العالم في الفترة الاخيرة وليس جزافا حين يقال ان دولا بدأت تخطط لكيفية ايجاد بدائل للمشتاقات البترولية والاعتماد على مصادر اخرى لانتاج الطاقة لكن ثمت متناقضات ايضا في بلاد النفط ذلك الذهب الاسود عند سعود ارقام بيعه وتصديره يحدث هذا في دول العالم المتقدم فيما يغب تماما في دول اجبرتها الظروف الامنية والسياسية على ان لا يعود عليها النفطها بما ينعم شعبها به اقتصادا وحماية لقوت المواطن في العراق المتصدر لقائمة دول الانتاج النفطي يحاصر المواطن بقيود الحالة الاقتصادية والسياسية والامنية فيصبح التناقض شديدا عند القول ان العراق بلد نفطي وقد يتبخر ما يأتي من ريح النفط يحدث هذا تماما في الحالة العراقية عند غياب البدائل الضرورية والاساسية مثل الاعتماد على الزراعة والتجارة والصناعة اما العنوان الاكثر خطرا هو ذلك المتمثل بغياب وجود اهمية قصوى في غرف المسؤولين والسياسيين من حكومات متعاقبة لم تجعل طريقا لعوائد النفط الى جيب المواطن والوطن معادلة متناقضة مؤلمة جدا سيما في حالة حرب بعيدة كل البعد عن العراق الا ان نتائجها اول ما يتجرعه الشعب العراقي واكثر المترقبين لما تقول اليه الاحداث المتسارعة حول العالم بعد غليان اسعار الذهب الاسود لمراحل لم يصل لها منذ سنوات اشتركوا في القناة